بحث وزير الخارجية سامح شكري مع وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا طارق أحمد بحث الأوضاع في قطاع غزة وأكد شكري خلال اتصال هاتفي مع المسؤول البريطاني على المسؤولية التي تتحملها الأطراف الدولية في إنهاء هذه الأزمة الإنسانية وعقف الانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية ضد القطاع امتثالا لأحكام القانون الدولي كما شدد شكري على حتمية ادخال المساعدات الإنسانية والإغاثية بشكل كامل للقطاع واتفق شكري مع المسؤول البريطاني على ضرورة مواصلة تكثيف الجهود لإنفاذ التهدئة وتبادل الأسرة والمحتجزين وصولا لتحقيق وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة محذرا من المخاطر الجسيمة التي تكتنف أي عمليات عسكرية برية في مدينة رفح الفلسطينية ترجمة نانسي قنقر